وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء إلى تالين في زيارة تهدف إلى طمأنة دول البلطيق القلقة على أمنها في وقت تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا معتبرة أنها مهددة وحطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في المطار الدولي بعاصمة إستونيا الجمهورية السوفيتية السابقة التي انضمت إلى الحلف الأطلسي عام 2004 وفي ظل التوتر الشديد السائد بين دول الحلف الأطلسي وموسكو وعلى خلفية مخاوف بعض المراقبين من اندلاع نزاع على نطاق واسع في أوروبا سيوجه الرئيس الأمريكي تحذيرا جديدا إلى روسيا قبل المشاركة في نهاية الأسبوع في قمة الحلف في ويلز وكانت روسيا استبقت هذا التحذير الأمريكي المتوقع والقرارات بشأن الأزمة الأوكرانية التي ستصدر عن قمة الحلف المقرر عقدها بعد يومين فحذرت الثلاثاء من أنها سترد على التهديد الذي يشكله تعزيز وجود الحلف الأطلسي قرب حدودها متهمة الغربيين بتصعيد الأزمة الأوكرانية